إزاي بقى يا فنم ده ممكن يحصل يعني إزاي أولياء الأمور ممكن ينقلوا الكلام ده لأبنائهم من دون ما يظهر في شكل النصيحة أو التلاشي المعروف دي مش نهاية الكلمتين المعروفين لأ إحنا عايزين يكون فيه خبرة يكون فيه نمازج بالفعل أولياء الأمور يشوفوها وتدوا ينقلوها لأولادهم والله يا سيد محمد أولياء الأمور محتاجين توقيع أكتر من الأولاد أولاق الأمور يبقى أعصابهم يعني أنا عارف طلاب يمكن تقبلوا النتيجة وأولاق الأمور هم اللي عندهم المشكلة بس ولي الأمر بحكم الخبرة أو إحنا كبيرنا وعرفنا شوفنا كلنا بعد ما طلعنا من المرحلة السماع العامة والعمل شوفنا نمازج كتيره ناس كانوا نكحين متفوقين في السماع العامة في حياتهم العملية ما حققوش أي حاجة ناس كانوا نسواهم عالي جدا في السماع العامة في حياتهم عاملية أباة كويسة جدا في الحراكة شف نجوم الفن شف насمارية العامة شف الع Albanية تتbecause brincارين الجامع في السنوية العامة مش عايز اقول ان كلهم كانوا جايبين مجمعات عادية او متوسطة لا فيكن وقال جايبين مجمعات كويسة لكن فيه مجموعات بيكة تتجايب بمجميع رادية وتفوقت وتميزوا فيما بعد الرئيس غدا يستمرطبط بي النجاح والتفوق في السنوية العامة ابنك قال يكون الاول عالجمهورية في السنوية العامة والاخير في الحياة يمكن أن يكون جايب مجموع عادي فيه السماء العامة والأول فيه الحياة. لازم نكتنع كلها يا فندم أن فرصة العمل والتوازف في المجتمع الحالي لا ترتبط بشهادة جامعية فقط. يمكن أن تروح أي مكان أو مجال متماس في العمل تحس أن قدامك ده مهندس. وتفاجأ أنه خريج حقوق أو أداب. يبقى هنا فرصة العمل في المجتمع بتاعنا يا فندم تعتمد على السكيلز أو المهارات التي لديها الطالب. لازم الطالب ينمي نفسه في كذا حاجة في برمضة الذكاء الصناعي اللغات إلى آخره. فدي كلها بتوفره فرص عمل جيدة.